تدق طبول الحرب مجددا في الشرق الأوسط ومجددا تتصاعد التكهنات بشأن أطراف المواجهة المحتملة وهل من الممكن أن تقتصر على حرب مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران؟ بالطبع فإن التصريحات المتبادلة في سياق الحرب الإعلامية بين الجانبين لا توحي بمواجهة مباشرة بين طرفين وإنما تدعم وجهة النظر القائلة بإمكانية تورط أطراف أخرى في المنطقة بهذه الحرب لسيما ميليشيات الحشد في العراق الموالية للنظام الولي الفقه في إيران فلطالما توعد زعاماء ميليشيات الحشد باستهداف القوات والمصالح الأمريكية في العراق إن هي أقدمت على ضرب إيران بل إن زعيم حزب الدعوة نور المالكي بدأ يروج للأمر وكأنه حرب أمريكية جديدة على الأمة الإسلامية نحن مقبلون على تحديات كبيرة تحتاج منا أن يتفقد بعضنا بعضا وأن ندرك بأن الحرب لو وقعت على جزء من هذه الأمة الإسلامية وهي إيران بهذه الأسلحة وبهذا الحقد الذي يقف خلفها من إسرائيل وداعم إسرائيل كيف ستكون قضية المنطقة وكيف سيكون العالم وكيف سيكون وضع المسلمين اللافت أن المالكي الذي يرفض أي ضربة أمريكية ضد إيران سبق أن وصل وحزبه إلى الحكم في العراق على ظهر دبابات الاحتلال الأمريكي ليس ذلك فحسب فميليشيات الحشد التي تهدد باستهداف القوات والمصالح الأمريكية في العراق حاربت ضد تنظيم الدولة خلال السنوات الأخيرة تحت غيطاء جوي أمريكي برغم ذلك فقد نقلت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن السيناتور أنغوس كينغ عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه عند زيارته للعراق مؤخرا رصد توجها من ميليشيات الحشد لمهاجمة القوات الأمريكية إلا أن إيران رفضت السماح لهذه الميليشيات بذلك خشية عمل غير محسوب قد يكلف طهران ثمنا باهظا هي أزمة إذن تحدد أبعادها أهداف واشنطن من أي ضربة عسكرية محتملة ضد إيران ومدى سيطرة طهران على ميليشياتها المنتشرة في العراق وغيره من دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر